واعلموا أن أعظم العمل الذي يرجو الإنسان به العاقبة من الله عز وجل في هذه الأيام بعد الفرائض أن يكثر من ذكر الله عز وجل فقد جاء في المسند بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله وأفضل من هذه الأيام ثم ذكر صلوات الله وسلامه عليه أعمالاً ندب إليها فقال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل فأكثروا من ذكر الله من دخول العشر إلى خروج أيام التشريق فكلها مواضع ذكر لله عز وجل اذكروه في الأذكار المقيدة في أدبار الصلوات وفي الصباح والمساء وفي سائر المناسبات واذكروه ذكرًا كثيرًا مطلقًا فقد أمركم بذكره جل في علاه في عامة أوقاتكم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرةً وأصيلًا فاجتهدوا في ذكره سبحانه وبحمده تدركوا من فضله وعطائه وطيب عيشكم وهناء معادكم ما يكون سبقًا لكم في دينكم ودنياكم في الأولى والآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات